موسيقى موسيقى 176 ألف حاج يغادرون المملكة بعد أداء مناسك الحج موسيقى قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخاً باليستياً أطلقته للميليشيا الحوثية باتجاه المملكة موسيقى طائرات التحالف العربي تستهدف تجمعات للميليشيا الحوثية في صنعا وتكبدهم مزيداً من الخسائر موسيقى 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 الثالثة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحباً بكم في نشرتنا الأولى لهذا اليوم من قناة السعودية بسم الله الرحمن الرحيم بلغ إجمالي عدد الحجاج المغادرين منذ بدء المغادرة حتى يوم أمس 176 572 حاج وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المدرية العامة للجوازات وأوضحت الجوازات أن عدد الحجاج المغادرين عن طريق الجو بلغ 145 950 حاجة وعن طريق البر 27 743 حاجة فيما بلغ عدد الحجاج المغادرين عن طريق البحر 2879 حاجة هذا ويواصل ضيوف برنامج خادم الحرمين شريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للحج والعمر الذي تشرف على تنفيذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مغادرة المدينة المنورة عائدين لبلدانهم بعد أن أدوا مناسك الحج والعمر وفق منظومة متكاملة من الخدمات النوعية التي وفرتها لهم الشؤون الإسلامية وقد بلغ عددهم حتى هذا اليوم 3600 حاجة وحاجة من مختلف دول العالم بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة خلال موسم ما بعد الحاج 148 431 حاجة وفق الإحصائية اليومية التي أعلنتها المؤسسة الأهلية للأدلة في المدينة المنورة وأوضحت وحدة الإحصائي والتقارير في المؤسسة أن 64910 حجاج قدموا للمدينة المنورة أمس الاثنين فيما غادرها في اليوم ذاته 4239 حاجة متوجهين إلى بلدانهم في حين بلغ إجمالي الحجاج المغادرين للمدينة المنورة خلال موسم ما بعد الحاج 9482 حاجة أبينت الإحصائية أن عدد الحجاج المتباقين في المدينة المنورة أمس بلغ 138 944 حاجة يواصل منفذ الوديع الحدودي بمحافظة شرورة التابعة لمنطقة نجران تقديم خدماته لاستقبال الحجاج اليمنيين العائدين لبلادهم بعد إتمام مناسك الحج لهذا العام وإنهاء إجراءة مغادرتهم المملكة بكل يسر وسهولة عتت هذه الخدمات تحقيقا لتوجيهات القيادة الرشيدة أيدها الله الرمية إلى تهيئة كل السبول الممكن لمغادرة الحجاج إلى أوطانهم والعمل على تقديم الرعاية والعناية الكريمة بضيوف الرحمن صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أنه في تمام الساعة الثامنة وسبع وخمسين دقيقة رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف اطلق صاروخ باليستي من قبل الميليشي الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة عمران باتجاه أراضي المملكة وأضح العقيد المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة نجران وأطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير الصاروخ ولم تنتج عن اعتراض الصاروخ أية إصابات ولله الحمد وقال المتحدث الرسمي أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشي الحوثية الإرهابية التابعة لإيراني الثبيتو استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشي الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحدي واضح وصريح للقرار الأممي ذي الرقم 2216 والقرار ذي الرقم 2231 بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي وأن يطلق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي والإنساني وقد بلغ إجمالي الصواريخ الباليستية التي اطلقتها ميليشي الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية حتى الآن 183 صاروخة أكد تقرير أممي أن الميليشي الحوثي الإنقلابي ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق في المناطق الخاضعة لسيطرتها ترقى إلى جرائم حرب وجرائم دولية بما في ذلك القتل والتعذيب وتجنيد الأطفال والاعتقال التعسفي وقنص المدنيين والقصف العشوائي للمناطق المأهولة بالسكان أفرض قيود خطيرة على حرية الدين والمعتقد وحرية التعبير وعرب التقرير عن القلق إزاء استخدام الميليشيات الحوثية للأسلحة الثقيلة بشكل عشوائي في المناطق الحضرية المأهولة بالسكان وبما يمثل انتهاك للقانون الدولي الإنساني ومنع وصول المساعدات الإنسانية وغيرها من السلع التي لا غنى عنها لبقاء المدنيين على قيد الحياة وأوضح أن الميليشيات الإنقلابية تجندت أعدادا كبيرة من الأطفال بالقوة وأجبرتهم على الانضمام لصفوف المقاتلين واستخدامهم في المعارك والزرع الألغم ميدانيا حقق الجيش الوطني اليمني بدعم من قوات التحالف العربي انتصارات في حدد من المناطق والمحافظات اليمنية في وقت تشهد فيه ميليشي الحوثي انهيارات واسعة في صفوفها تمكن الجيش الوطني اليمني بدعم من طيران قوات التحالف من استهداف مواقع عدة لميليشيات الحوثي في مطار صنعاء حيث شن سلسلة من الغرات المكثفة على كل من مطار صنعاء وقاعدة الدليمي ومناطق أخرى شمال العاصمة التي أسفرت عن سقوط عدد من القتل والجرح من ميليشيات الحوثي ومن جهة أخرى فقد قام الجيش الوطني بتحرير مواقع استراتيجية في محافظة تعز والتي تتمركز فيها الميليشيات الحوثية وإلحاقهم عددا من الخسائر المادية والبشرية الفادحة وفي الحديدة قتل قيادي حوثي بارز ومرافقي إثر قصف لقوات الجيش اليمني لتجمع للميليشيات الحوثية في مديرية بيت الفقي في الوقت نفسه قامت ميليشيا الحوثي بمصادرة المساعدات الإغاثية في المناطق التي تخذع لسيطرتها فقد قامت الميليشيا بإغلاق المركز المجتمعي للنازحين الذي يعمل على تقديم دعم مالي ومعنوي للنازحين وحجز المساعدات الإغاثية المقدمة لهم وتأتي الانتهاكات الحوثية وسط انهيارات في صفوف الميليشيات بعد سقوط عدد من القتل مع تقدم القوات الشرعية في عقبة مران شمان البلاد والتي تعد المعقل الرئيس للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في انتهاكات جديدة للاحتلال الإسرائيلي أصيب فلسطينيان على الأقل بنيران الاحتلال خلال المواجهة اندلعت ليلة الماضي عقب اقتحامها لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية كما اقتحمت قوات الاحتلال اليوم مخيمة دهيشة جنوب بيت لحم واعتقلت عددا من الفلسطينيين أعلن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني الليبي العميد عبدالسلام عاشور التوصل الاتفاق لوقف اطلاق النار في مناطق الاشتباك في الضاحية الجنوبية الشرقية لطرابلس وقال عاشور في تصريح ان الاتفاق ينص على تسليم تمركزات المشات التابعة لمدرية أمن طرابلس دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية حول بنود هذا الاتفاق تصريحات الوزير الليبي تأتي في أعقاب المواجهات العنيفة التي اندلعت أمس في طرابلس بين فصيلين مسلحين أدت إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل وجرح العشرات نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل شركة الكهرباء تؤكد أن إعادة الاشتراك ببرنامج تيسير لا تترتب عليها أي تكلفة مالية أهلا بكم جديد حصلت خمس سيدات سعوديات على رخص تسمح لهن بالعمل كابتن لقيادة طائرات شركات الطيران المدنية وأوضحت هيئة العامة للطيران المدني أن ذلك يأتي في إطار تمكين المرأة السعودية من العمل في قطاعات الطيران وهي أحدى استراتيجيات منظمة الطيران العالمية أشرت لأنه توجد معاهد للجنسيين لتعليم الطيران وأنها تدعم وتشجع توظيف المرأة في قطاع الطيران وذكرت الهيئة أنه تم توظيف عدد كبير من النساء في الأوينة الأخيرة في الهيئة أو شركات مقدم الخدمات في المجالات الفنية عبر الرئيس الأمراكي دونالد ترامب والمستشارة الألمانية أنجلا ميركل عن القلق بشأن تطوراته في سوريا لسيما الوضع الإنساني في إدلب وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندراز إن ترامب وميركل دعايا إلى تحرك دولي لمنع كارثة إنسانية في محافظة إدلب عوضح شتيفن زايبرت المتحدث باسم ميركل في بيان له إن الزعيمين تحدث أيضا بشأن الوضع في أوكرانيا ودول غرب البلقان والتجارة بينما قالت ساندراز إنهما سعية لتجديد المساعي من أجل حل الصراع في شرق أوكرانيا فدت تهيئة المسح الجيولوجي لمراكيا نزلزالا بقوة 6 درجات و14 درجة على مقاسر اختر وقع قبالة شرق أندونسيا اليوم الزلزال على عمق عشرة كيلومترات وعلى بعد نحو 100 كيلومتر جنوب شرقي كوبانغ عاصمة قليم نوسا تنجارا الشرقية هذا ولم تتوافر بعد أنباء عما إذا كان الزلزال قد تسبب في خسائر في الأرواح أو الممتلكات أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أن إعادة تفعيل برنامج تيسير يتم عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة والاتصال بالرقم الموحد وأشارت الشركة إلى أن عملية إعادة الاشتراك لا تترتب عليها أي تكلفة مالية ويمكن للمشترك بعد تلقيه رسالة نصية بعادة إدراجه بالبرنامج أسداد مبلغ تيسير فقط وليس كامل قيمة الفاتورة دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية يذكر أن السعودية للكهرباء أطلقت إشار الجاري برنامج تيسير للمشتركين الذين تتراوح قيمة فاتورتهم بين 300 إلى 3000 ريال التزاما بتوشيه تهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بإتاحة خيارات سدد مرنة للمشتركين أغلق مؤشر سوق الأسهم المحلية لامتدولة على ارتفاع بلغ أكثر من 36 نقطة لأخفال عند مستوى 8036 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها ملياري ريال أمل أن مشاهدين الكرام فننتقل بحضراتكم إلى نشرتنا الجوية والزميل محمد الشهري ليك محمد شكرا لك يوسف ومشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في النشرة الجوية تتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لهذه الليلة بمشيئة الله تعالى هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران وجازان وكذلك الحال على عسير والباحة وتمتد إلى الطائف في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتين مكة المكرمة وأيضا على المدينة المنورة بينما ترتفع الرطوبة النسبية على مناطق شرق المملكة ولأن مشاهدين الكرام ننتقل بحضرات كبيرة توقعات درجات الحرارة على مغضم مدن المملكة في مكة المكرمة جوة غائمة جزين وتصل درجة حارة العظمة إلى 41 درجة مئوية وفي المدين منغرة جوة غائمة جزين 31 و32 وفي الرياضة جوة مستقرة وتصل درجة حارة العظمة إلى 42 درجة مئوية وصغرة 28 درجة مئوية وعلى الساحل الشرقي في الدمام أجواء مستقرة 45-29 وإلى بريدة 43 درجة مئوية عظمى الصغرى 27 درجة مئوية وإلى حائل أجواء غايمة جزيون 39-26 وأجواء مستقرة على سكاكا وعرعر وكذلك الحال في تبوك في محافظة أجواء غايمة جزيون وتصدرت حظمى 36 درجة مئوية للعظمى والصغرى 29 درجة مئوية وأنطار رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية المنبكة تشمل الباحة وأبهى وجازان ودرجات حرارة عظمى تصل إلى 38 درجة مئوية على جازان وأجواء غايمة جزئيا على نجرة مشاهدين الكرام هذا كل ما لدينا في نشرتنا الجوية شكرا لطيب المتابعة وعودة مجددة للزميل يوسف العوفي لقتام النجرة شكرا للمحمد مشاهدين الكرام نشرتنا انتهت بقية العنوين أكثر من 176 ألف حاج يغادرون المملكة مع داداء مناسك الحج قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة طائرات التحالف العربي تستهدف تجامعات الميليشيا الحوثية في الصنعاوة تكبتهم مزيدا من الخسائر الشكر والثناء الجزيلة لكم مشاهدي الكرام على كرم الإلصائي والمتابعة دمتم بحفظ الله ورعايته السلام عليكم اشتركوا في القناة